السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هاد نهار ان شاء الله قدي نقدم لكم واحد الحلقة اللي في الحقيقة منفريدة متى واحد ما فكر فيها هاد الحلقة خاصة بفائدة تربية الانب على الاشخاص المصابين بحالات نفسية يعني كي بلكم هاد عنوان غريب شيئا ما ولكن انا قلت انني قدي نطرق له علاش لانه تواحد مفكر في الفكرة هادي وهي رامي طروحة عند خبراء ونفسيين مهم نبدو الحلقة دي هانا الحلقة دي هانا وهي انه بلا شك انه تربية الانانب هي في المرتبة الاولى يعني علاش المربي كيكون بغير يربي الانانب وهي في المرتبة الاولى بغرض الربح يعني اما الربح او يمكن ان هاد المربي انه يحقق الاكتفاء الداتي من اللحوم يعني ما يبقاش يشري للحمل لانه نظرا للغلاء اللحوم ولحم الانانب كي تعتبر في الحقيقة هو فيه واحد فائدة مهمة مهمة بزاف الجسم الانسان لانه غني بالأوميغا طروة أوميغا طروة هي واحد العنصر يعني مهم مهم بزاف ما كيناش ما كتتواجدش في اللحوم اخرى لا للدواجين لا في المواشي لكن تربية الانانب عندها واحد فائدة اخرى على الانسان من غير اللحم لانه ليس فقط الفقاراء اللي ممكن انهم يربيوا الانانب ممكن حتى الاغنياء احنا غادي نشرحوا علاش انش حال ما واحد غادي يطرح سؤال وواحد ما يسترعليه الله علاش غادي يمشي يربي الانانب اسمه هو هاد الغارات واخا هاد نحنا نفسروها بواحد طريق الاغنياء يعني الناس اللي ما يسترعليهم الحال علاش غادي يربيوا الانانب هاد السؤال كينه واحد دراسة كتقول ان الانانب تجعل صاحبها يعني المربي الشخصية دياله كتجعله انه كيولي كيتمتع بواحد الفكر سليم يعني كيولي مركز مزيان اول حاجة كيولي كيولي هادئ بزاف كيتعزز له الهدوء دياله كيولي مهدن بزاف كيتخلص من القلق يعني ما كيبقاش مقلق كيتحايد منه الوحدة انا هاد شي قاعد لي كنقوله اي مربي غادي يقول لي عندك الصح لان هاد الاشياء هاد في الحقيقة اراها كينة يعني الاجينا نفكره فيها اراها كينة كل واحد كي ربي الانانب غادي يحس بهاد الاعراض عنده يعني الناشط البدني كيولي كيولي ينود في الصباح يتحرك يعطي الانانب دياله يحضيهم ما كيشعرش برأسوتي كي القرصو كيتحرك كينة الانشغال عن بعض الامراض والطرابات النفسية لانا كينة دنيا عامرة بالمشاكيل كيتلها فادك تربية الانانب كيتلها فيهم كيولي ما مطاربش نفسيا كيولي مهدن ممكن شي واحد يقول لي ما كينش غير تربية الانانب هي اللي كتخلي الانسان يكون مهدن ويكون ممكن انه يربي الكلاب او القطاط او الطيور واخر كينة هالشي كله نقدر نهضرو عليه بواحد تفسير اخر لا الكلاب لا القطاط لا الطيور عندها مثل يعني الحب اللي كي لكي لكヒكن اللي عوه العلاقة الوجدانية اللي كتكون ما بين ما بينeshا الم الالا المربي و هذا النوع دي الحيوان ممكن أن الطيور تربيهم مزيان تومة ولكن بغرض يعني من بكري ديما الأقرب أقرب حيوان أليف مقرب للإنسان ماشي هو الطير ماشي هو الكلاب ماشي هو الأغنى ماشي إلا كيكون الأرانب نحن ديما كنقولوا من الصور دينا كنقولوا الأرانب تحبوا الجازار إلا بغيتوا شي صورة زوينة كتديروا صورة دي الأرنب يعني أرنب كيرمز الفرحة وكيرمز بزاف دي الأشياء إذن كسبقة تربية دي الأرانب هي في المرتبة الأولى في جميع يعني كل تربية دي الحيوان آخر إذن الموضوع دينا وهي أن كي نوحد دراسة تبتت يعني نتيجة هي نتيجة من الدراسات تبتت أن الحالات النفسية ممكن للأطباء النفسيين أنهم ينصحوا بعض الأشخاص ماشي كلش ولكن كي نوحد الحالات ممكن أن الأطباء النفسيين ينصحوا بهم هذوك الأشخاص هم في حقيقة هذوك الأشخاص رها رها مرضى يعني مريض ما نقول واحد ماشي يعني إحنا نقولوا نعموها لا كي نين هو حال دراسات لبعض الأطباء اختاروا تربية الأنانب ووصفوها الناس مرضى أنهم يمشيوا ويربيوا الأنانب ماشي قصد اللحوم ولا قصد الربح ديالها لا أنه إذا مشت تربية الأنانب كيخرجوا من واحد العزلة واحد الحالات نفسية معقدة ممكن أنه بتربية الأنانب يخرج من هذك يعني العزلة وذك الوحدة اللي فيها اللي فيه وذك مهم احنا يمشي متخصصين اللي غدين يعني نديروا بحل الأردونانس يعني واحد الورقة ونعطيوها للناس ولكن الأطباء النفسيين لقاوا أن تربية الأنانب فيها واحد يعني كتخرج الإنسان واحد المريض احنا نقوله مريض كتخرجه من هذك المرض دياله وكتخليه يكون يعني سوي وسليم في الجسد دياله في العقل دياله في الناس اللي كيكونوا يعني ذاك الستخيص اللي كيكون في الحياة كله فسكتربي الأنانب كتحس براسك والتي يعني واحد الإنسان سوي سبحان الله يعني هذ الكائن الصغير عطاه الناس يتربي بزا عنده بزاف ديال المنافع يعني يعني على طول المهنة ديالي في الميدان يعني كان بغير الأنانب من الصغور ديالي ولكن منين كبرت يعني عرفت القيمة ديال هذ الأنانب يعني سبحان الله حاجة يعني زوينة وزوينة بزاف كان صح يعني بغير شي مشروع ممكن أنه يدير مشروع راح كيدخل كان مدخين ديالما كان صح الناس بش يدير هذا المشروع هذا كان فيديويات كان تحصينات كان مجموعة من المسائل كيديروها وإن شاء الله كل شي الله كيجب تصير يعني تربية الأنانب للفاقير وللغاني ممكن أن شح الم عدي يقول المزارع الكبرى هما يعني كيكون عندهم مثل هذا الحويش هذا ممكن أنهم يديروا أقفاص بهذا كيمية ولا دي لا ما كان شي حاجة صعبة عند الله كل شي سهل هاد الأقفاص هاد وراء إذا تخلصوا الفيديويات ديال القناة سترى تلقوني أنا راني خادمهم بيدي كان طريقة باش تصنعوا الأقفاص كان طريقة باش تداوي وكان طويق طرق يعني بسيطة كان طريقة تقليدية لتحافظ على الأراني باش يكتسبوا مناعة ويمدخلو القناة ديالي دخلو القنوات أخرين يعني كونوا أدكية في التربية وإن شاء الله راه كتعود على الإنسان بالنفع لا من ناحية يعني الأرباح لا من ناحية الهدوء النفسي وهذا هو الموضوع ديالنا ديال النهار وهو أن تربية الأناني كتعود على الشخص اللي كيربي الأناني بوحد الهدوء النفسي وكي يمتزن لا بدنيا لا دهنيا إذن الحلقة ديالنا هي هذه يعني كان نظن أنها الحلقة من فريدة وفريدة من نوعها الأصدقاء ديالنا حطها في شي فيديو حلقة مهمة كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زر جام ما تنسوا ناس بجرزام جام باش تساندونا ونزيدوا القدام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة